ومن أكتر الفقرات اللي مطلوبة كل يوم أربع هي فقرة هالحافظ هنا في الفقرة دي احنا بنبقى قليلين الكلام تماما وبنستمع أكتر لأن أعتقد أن فيش حد فينا مش عايز يعرف حاجة عن برجه وحاجة عن شريكه فبيسهدنا يكون معنا هالحافظ أهلا وسلام بك يا هالح أهلا بك يا دير بنجد تحيي مرتاحة المشاهدين والدكتورة هالحافظ من ورانا زي كل يوم أربع ولو قلنا بما أن إحنا في نص سنة التاني مين الأبراج اللي حظها حلو في الحب واللي حظها قليل في الحب طيب نص سنة التاني أهلا بيك وأول أمراض بسم الله وانشاء الله من وارين الأبراج طبعا الحب والأحمر الأبراج اللي حظها حلو في الحب الميزان الجدي عندهم فرص كبيرة جدا لزواج وارتباط وخطوبة ويحبوا ويحبوا وفي برجين برضو حلوين في الحب منهم الأسد حظه حلو جدا في فرص الزواج والحب والارتباط بس الاسد هنتكلم عنه في حاجة تانية قدام تقريبا دول أكتر ثلاث أبراك حظها قوي وحلو جدا القليل بقى وما يزعلوش مني خالص بس معلش احنا بنقول ان الحوت ناظرا لوجود زحل عنده الفترة اللي جاية فانت حظك قليل في الحب شوية فخلوا بالكم في علاقتكم بلاش ندخل بقى البقى ونفرد عضلاته ونقول طلعني سابني لا لا ازكت حيتنفذ طلبك بسرعة حظك مش كبير في بيت الحب والزواج والارتباط اسكت خليك مطلقي تاني واحد العزراء انا هنشاق مشكلة انا بساتسفيت بالوردة الخامرة دي عارفة ليه لان زحل طول ما هو قاعد في الحوت هو ده بيت الحب والزواج والارتباط والشراكات بتاعتك زحل للأسف لا شايفيني مستعجلة يا اختي للأسف فحتى لو في بدايات حاجات مش هتتبلور أو تتم أو توضح للعزراء في العقرب العقرب برضو القلب عنده مش في احسن حالاته سواء المتزوجين أو العزاب لسه لا انت مش لقي نفسك مش متحقق حتى ده ايه اللي في علاقات الزواج مش مستريحين يعني حتلاو نفسكو حتى بدون أسباب أنا مش متقبل الشريك قلبي مش بيدق كده فبردو العقرب مش في أحسن حالاته بحوت وعزراء وعقرب حظهم مش حلوة في الحب لسه في واحد والدالو والدالو برضو علاقاتهم مش أحسن حاجة وهم قراراتهم متخبطة جدا بخصوص شركاتهم يعني ست اطلق اخلص اكمل الخطيب ده كويس اعمل مشكلة هم مش عارفين هم عايزين ايه ناظرا لسه دخول بلوته عندهم فهم خليهم الصورة ضبابية الصورة بالنسبة لهم عارفة مش واطعة فيش عدم وضوح رؤيا لا لا فده بيخليه في حالة دايما عدم الحسن بيخلي نوع من أنواع التعطف فهم دول اللي حظوهم أولايا في الحب وإن شاء الله مع السنة الجديدة لأحوال تخلق طيب ايه الحظ الحلو ليه ومسنة الجديدة في ناس لما بتكبر بتحلاوة وفي ناس لما بتكبر ما بتبقاش بنفس الحلاوة فأنا عايزة أترجم الكلام ده على الأبراج هل في أبراج بطبيعتها بتكوينها بجيناتها لما بتعدي معها الزمن وتكبر بتحلاوه وفي أبراج لما بيعدي معها الزمن بيبانى على وشها الزمن ده حقيقي جدا جدا أنت عارفة فيه ناس وممكن تكون في صغرها شابة جمالها عادي أو طبيعية ولما بتكبر إيه ده حد ما سقول إيه ده أنت حلوتي بين ورقك ففي ناس كلما كبرت في السن رجالة وستات ازدادت جمالة يعني عايزة أقولك بالنسبة لما سرين الفنان الجميل عمر الحريري لما كبر برضو مصطفى فهمي فيه ناس اللي هي ازدادت إشراقا وجمالا مع الكبر وعمر الشري فناير حمو وعمر الشري لما كبر ما بقاش بحلوتي هو صغير هو في الحالتين كان جميل ورجي أبازة لما كان صغير كان أحلى من وجه فمين بقى بالأبراج لو هنترجمها بالأبراج نبتدي بالرجالة طيب رجل الجادي مع الكبر بيحلوه رجل الحوت مع الكبر أحلى من صغره يعني عايزين رجل الحوت كده يحط صورتين لي وهو شام وهو كبير هتلاقيه وهو أكبر بيزداد جاذبية يعني عكده عندنا جادي وحوت والجوزاء رجل الجوزاء مع الكبر أحلى والثور والميزان دول الخمس أبراج ثور ميزان جادي 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 حوت جادي حوت جادي أطور ميزان دول الخمس رجال أنه هم بتلاقيهم فيه كبرهم أجمل من شبابهم وبيزداد وجمال المرأة بقى مرأة الدلو ومرأة السرطان ومرأة القوس عايز أقولي أولهم الدلو بس الدلو هي صغيرة وهاي كبيرة تقريباً فنانا سوعة حسنية والسرطان والسرطان في الكبر أجمل منه هي شابة هي في كل الأحوال بس كل ما بتزداد في العمر 40, 50, 60, 70, 80 هي أجمل من العشرينات الأسد امرأة الأسد بتزداد إشراق ونشاط وجاذبية وطلّة كده مع الكبر العزراء والحمل في مرتبة واحدة بيزدادوا جمالاً مع الكبر نقولهم تاني بدلوا سرطان قوس أسد عزراء حمل دول ستة أبراج اللي مع الكبر هم بيزدادوا جمالاً وشباباً عن الشباب الأبراج لو كونت سنائيات يعني نلعب كده فكرة السنائيات هيبقى مع مين لو احنا قلنا سناء الترفش الاتنين المفرفشين وما الدم خفيف لو عملوا فريق كده الجوزاء والقوس الاتنين حطيهم مع بعض مش هتلاحق على الفرفش أحسن فرق الفرفش هتلاقيهم يعني لو لقت صاحباتكم مثلاً أنتوا في الجروب وواحدة قعدة جوزاء وقوس أنتوا مش هتلاحقوا على الفرفش هتبقى القعدة كلها مفرفش كلها ده حكوة طب أكتر السنائي اللي يعمل أحسن مؤمرة في التاريخ العقرب ومين والأسد يا عقرب وأسد يتأمروا يخططوا المؤمرة العقرب والأسد أسد وعقرب آه قوي طب ليه هنا طب العقرب وعائل ومعروف لا مش عائل عقرب غامض وعمل المؤمرة في الخفا وكاتم يعني فهمها فأنتيش هتعرفي الخطة والأسد بقى معاه في العنصر التاني القوة عارف ملك الغابة فالتنين عنصر الغمود والتكاتم وتنفيذ الخطة بقى حد دبر لها المخ والعضلات أنت المخ وأنا العضلات فإحنا حد خطت للخطة وحد نفذها المخطت والعقرب خلصت طيب علاقة حب نجحة السرطان والحوت أبا بقى لا يعني تبع علاقة نجحة 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 جدا السرطان والحوت شبه بعض قوي رومانسية وحب وتفاهم وتسامح وطيبة حتى في حتة الغمود حتى في حتة القلبة حتى في حتة القلبة السرطان لما ليه قلبة كده ليه لأنه هو كوكبه الحاكم الأمر والأمر بيتقلب غلال بدر محاق الحوت حوتين الصين بتاعه حوت بصص لتاحته حوت بصص لتاحته فليه قلبة فالتنين حتى في قلباتهم بشكل بعض طب أكتر سنائي مهني ناجح العزراء والحمل العزراء والحمل مهنية نجحين جدا 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 احنا بنحدد كل حاجة الحب سرطان حوت مهني العزراء والحمل لا يحقق ناجحات والعزراء والسرطان لا دا سنائي ممكن نقول يكمل بعض مش ما هو دا ناجح ما لسه كنت هقولك يكمل بعض في إيه لأنهم عكس بعض لكن الحمل يعني مغطيين كل الجوانب العزراء والحمل مش مختلفين فيهم تشابه لكن سر نجاح السرطان والعزراء إنهم عكس بعض في كل حاجة يعني أنت النهاردة حد فرفوش حد هادي حد عصبي متكملين بعض بتكملوا الصورة بس مش شبح لكن الحمل أنا معك الحمل والعزراء بيعرفوا يشتغلوا بمخ واحد بالضبط جدا 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 طيب سنائي الصداقة متينة جدا دا في كذا حد سرطان جدي قوس عزراء حمل ميزان دول أكتر صداقات قوس عزراء مين قوس في حياتي قوس جوزاء قوس سوري قوس جوزاء قوس جوزاء اللي أنا أقولهم سنائي الفرفشة دلوقت حمل ميزان سرطان جدي دول أكتر السنائيات الصداقة ممكن تبقى متين قولهم تاني نقولهم سرطان والجدي حمل وميزان في الصداقة قوس جوزاء قوس جوزاء صداقة مستمر صداقة حتى النهاية طب أكتر السنائيات اللي ينفعوا يسفروا مع بعض ويقضوا وقت رائع في الصفرية هو لازم هيكون قوس لأنه عاشق للصفر نحط مع القوس كذا حد يبقى شريك صفر حلو هحط مع القوس الحمل في الصفر هحط مع القوس الجوزاء اللي هما سنائي الفرفشة هحط مع القوس الدلو التلاتة دول يبقوا مع قوس وقوس سابت لأن قوس إكون صفر فحطيلي مع القوس سنائي صفر حلو دلو حطيلي معه جوزاء حطيلي معه حمل التلاتة يبقوا مبسوطين مع بعض الصفر أنا عندي سؤال مش عشان أنا عزراء بس هو ليه العزراء ده متقيل في الصفر يحب يسافر لوحده ليس كنت أقولك تفتكري الحالة اللي فاتت لما تكلمنا على الشوبينج قلنا يعمل إيه لأ قلتلك يحب العزراء يحب يعمل تسوق لوحده وبمفراده فأنت قلت يا محبش أخد حد في الصهير قالتلك ده ويمتعش أعمل تسوق لوحده لازم يكون معي حد وهكذا الصفر العزراء يفضل ممكن ما يكلمش حد أصلا عشان هو حاسس إن دماغه لوحدها ليه متطالبة بيفكر كتير جدا واللي عايز يسافر ده عايز يغسل دماغه من التفكير والعزراء بيعرفش يبطل التفكير فأنت عايزة معاك حد بيفكر زيك لو سفرتي هتسافري مع عزراء زيك يعني يوم ما هتغذي معاك حد في صفر هتغذي عزراء زيك تعودوا بأتفكروا مع بعض غير كده لأسا يعني أنا ملاحظ إن العزراء من الأبراد عموما مش أنا بس يعني كل العزراءين قابلتهم مش من الشخصيات أو معاهم حد واحد واو مش جروب يلا نروح نسهر يلا لا لا يعني ده ميلتش وانا فيه بيعرفك طيب سنائي جبابرة في القوة يعني كده قوة جبارة الديني برج النفوذ والسلطة والقوة الجدي جامد جدا الجدي والثور صاحب القرادة الثور والجدي حطوهم مع بعض خلاص انتوا كده عضلات بس هما بيتفقوا مع بعض جدا الثور والجدي يا جماعة من السنائيات اللي فيها استمرارية هيستمروا عارفة ليه عشان هما الاتنين عارفين قوة بعض وعارفين الحدود هما الاتنين هما الاتنين قوة اقولك حاجة عارف انت لما بتحس ان اللي قدامك خصم قوي بتبقي لما نفسك لما نفسك لكن لو حسيتي ان اللي قدامك ضعيف وانت قوية لا حتتمادي فهم عشان عارفين حدود بعض ما بيتعدوهاش فقوتهم بتخليهم كل واحد محترم الآخر جدا محترم قوته محترم عقله محترم نفوزه فالاتنين سنائي ناجح والاتنين سنائي قوي جدا طيب سنائي شاطر في الإقناع يعني عايزين نبيع بيع الحد الميزان طبعا ومين والدلو طبعا يعني ميزان ودلو يبيعو الأمر لأنهم عندهم دبلوماسية ولا باقة يقنعك بقى حاجة يبيعو الأمر يبيعو الأمر يعجل أي حاجة هي مش منطقية وghanطق خالق حيعرفوا يكون منطق خالق جدا فالميزان والدلو يبيعو الأمر يبيعو الأمر يبيعو الأمر وهم بريبين بس في مثلا اسمها يا تعالى يبيعو المية بحق سيدا بس احنا عشان ما يزعلوش منينا فقلتهم يبيوهو الأمر بس انا شايفاها ميزة اللي يبقى عنا الأمر اللي عنده ملكة الإقناع والمحاورة والبراعة دي ياريت تبقى عند كل الناس ايوه عشان كده دي لو هيلعب المحامي دي نعمة يعني انك تبقي قادرة على انك تبقي اي شيء هم في العالم يتعدوا على اليد يعني بره العالم أكبر سيد لان فعلا اعتقد ان الحاجة دي تبسطهم طيب لو قلنا بقى ان حاجة توصفلنا في كلمتين او في جملتين كل بورد لا جملتين غير كلمتين 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 كلمة واحدة وكلمتين حلوة يا بلدي كلمة حلوة وكلمة وحشة يلا صعبها حنشوف اللي مسيطر على شخصيته يعني لو حبيت اوصفك انت ممكن يكون الميزة عندك أكتر فأما حط الكيش يعني الحاجة لو انا حبيت كلمة انا عايز صعبها انا مش هستقلين قل كلمة انا عايز صعبها حنون صبور وحنون اه ادي ميزة اه 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 صبور جدا اه يا حرام الجوزاء ايه السفاتين الكريم المتجدد الجوزاء كريم ومتجدد الجوزاء مين بعد الجوزاء السرطان الحنون هايوه من غير ما افكر كل سنة منطيبة ايضا اه اشرف عبد المنعم كل سنة منطيبة يا فرح امل محسن كل سنة منطيبة امولة زيزي البديوي كل سنة منطيبة يا زيزي رندا المكبولي كل سنة منطيبة رندا إيمان عبدالحين نسمينا إحنا إيمان الخير من كتر الخير اللي بتعمله كل سنة وانطيبة إيمان مختار الجميلة الرائعة من أهم الستات في البنوك كل سنة وانطيبة وصديقتي العزيزة ميرب ترامدي كل سنة وانتي طيبة عشان كل يا صحاب سويل ما يزعلوش لما هي بتقول وانا ما بردش أقول كل سنة وانطيبين كل سنة وانطيبين يا ستات يا جمال ممكن ما كونش عارفة نصفك ستات السرطان كل سنة وانطيبين كل سنة بتعيد عن ناس كل سنة وانطيبها يا أجمل موليد السرطان أو مولودات السرطان كل ميلاد السرطان عملنا العيد ميلاد جامل جدا 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 فيه ده أبداعي في عيد الميلاد فقصت رأس ايوة حقيقا لا ما صورناك لا ما صورناك مش نقصين طيب الأسد وصنة اللي احنا قلنا السرطان الحنون الدائم راحا كده الأسد الأسد بيجمع ما بين النقدين يعني قدر أقول عليه قوي وأقدر أقول عليه عاطفي في نفس المت فهو الأسد بيتمرجح ما بين النقدين فهو ما دول أكتر حاجة يعني في عز قوةه تلاقيه حنية وفي عز حنيته تلاقيه قوة تظهر فهو كده العزراء المكافح الناجح شكرا بيكافح وما بيعترفش بالفشل فأعتقد أن دول أكتر حاجتين منورين عند المجاح لا يعترف بالفشل والكفاح لأنه ما بيعترفش بالفشل الميزان الدبلوماسي المتفاهم آه العقرب الغامض الزكي الواثق واثق الخطوة آه لأن الغموض كلها عارفين لكن هو الزكي الواثق القوس المتفتح المسؤول يعني معها مسؤولية مع كل التفتح والانطلاق له بشكل رهيب زي وزي العزراء على فكرة لو دي تشيلوا مسؤولية حيشيلها الجدي الجاد الحاد المباشر المباشر أعتقد أن الكلمتين الإنسان الحالم دول أكتر كلمتين بيدلوا encanta كل بورج كده احنا قلنا الاثناشر بورج كده احنا قلنا الاثنشر برج في اي كلام عايز تقولي تاني على الاسبوع اللي جاي او الشهر الأبراج سريعا قبل ما نمشي ونوها زيادة كل سنة ونطيبها ينوها من موليد برج السرطان مفتكرة كل سنة ونطيبها قبل ما نمشي كده يوم خمسة سبعة اوكي في ولادة الأمر الجديد ببرج السرطان نيومه يوم خمسة سبعة ده يوم الجمعة هذا بكرة يوم الجمعة اجمل ايام حيات الأبراج اللي هقولها دلت يوم حلوة قوي لان ولادة حاجة جديدة ولادة مشروع ولادة حب ولادة الانجاب اي حاجة في ولادة بس كل برج على حسب المنزل بتاعه السرطان لان لانه في برج السرطان سورة تركزيس يوم خمسة سبعة يوم فارق في حياة مولود السرطان لان ولادة الأمر الجديدة تحصل لك مرة واحدة في العام من العام للعام فيوم خمسة سبعة حدث لا يتقرر إلا مرة واحدة ولادة الأمر الجديد ببرجك يا سرطان تاني واحد مولود العزراء لأن عندك دعم كبير جدا عنده معرض كويس بصي أنا عايز أقول لك المنزل الحداشر اللي هو بيتولد فيه الأمر ده منزل مساعدات ودعم وتجمعات صح؟ باستعالوا تالت برج السرطاني سوري الآثور من الأبراج القوية جدا مع ولادة الأمر الجديد يبقى خمسة سبعة يوم حلو للسرطان والعزراء والطور ولسه فيه برجين كمان الحوت الحوت اللي خارج من الحوت أيامه صعبة ده حقيقي بصي بقى الحوت شمس السرطان عندي زارة عرقوب حوت وداليا جودة حوت عندي حيتان كتير جدا فعندهم معنافة عدوا وأسمى وأسمى سميحة أسمى سميحة أنا شايفة على طلع شم بقول أسمى حمادة بأسمى سميحة الحوت كمان من الأبراج المدعومة جدا 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 من شمس السرطان بمعنا حوت العقرب العقرب لأن احنا قلنا الأبراج المائية الثلاثة مستفيدة من شمس السرطان فالحوت والعقرب مع السرطان ومعهم اتنين ترابين وهو ألثور والعزراء لا الجدي يا جماعة أرجوكو يا موليد الجدي يعني أنا عملت اللي شاف طبعا على قناتي الحلقة أنا قلت الجدي وسكيت أنا قلت توقعات الجدي لشهر يوليا صمت صمت قلت له مش عارفة أقول حاجة ليه صعب موكل شهر يا جماعة صعب على حد الجدي والميزان يا جماعة الجدي والميزان يا جماعة ياخدو حظر صعب بلنا أني ناحية صحية مادية كذا حاجة ما هو أنا بجيت أقيد أبوست عارفة ده ليس كت لأني جيت أبوست صحيا لقيت نفسي بجيب خطها وارا مادية لا مش أحلى حاجة طب عدقاتك انت قاعت تتخانق ليه كده يا جدي قراراتك فأنا مش عارفة بصراحة فأنا احنا جايين هنا عشان نقدقيا جديا اعتبروا هذا الشهر مجاش نقاها اخسل دماغك اعتبروا اخسلوا مجاش محاسبة النفس تفرج يعني اعملوا أي حاجة وبعدين حوتوا نفسوكوا دايما بناس مريحة لأنه هو الشهر مش ناقص ما يسحبوش منتقتكم لأنه انتقتكم قد كده عارف اللي قولك أنا خلق داية مش طايق نفسي فهو الجدي أرجوك يا جدي ما تعافرش في حاجة وما تنطحش في حاجة وخليه سهل وسهلس وما تقفش لحد على الواحدة لا تخلي حد يستدرجك لكلام فالجدي والميزان الأسد يخلي باله من صحته جدا والعين والحسد والدالو يخلي باله من صحته أو نقول لا أسد الأسد والدالو يخلي باله من صحته والأسد والدالو والجدي يخلي باله من صحته ومن الحسد والحسد رابع سهير لا الجدي مش حسد قوي اللي يخلي بالهم بقى من الحسد الأسد الدلو الجوزاء لكن الجدي مش حسد الجدي خلافات الجدي الأمور مش ماشية سهلة كده يعني بتصحي الصبح تلاقي تليفون جالك على الصبح وفيه إيه اللي هو شكل للبيع بصي الله يبقى سهل ويعدي بصي أنا لازم أقولك على حاجة أنا يعني فيه ناس كتير بتسأل أنت مش منجمة يا جماعة اللي انت بتقولي يا هلأ أوقات كتير بيتحقق يعني أوقات كتير بس أنا مش عرافة والله أنا مش عرافة ولات قراتك للنجوم وحساباتك قراتك للنجوم وحساباتك بجد بتبقى في الجون أنا بحس أن العلم والورقة والقلم والمعادلات أنجح كثيرا من العراف اللي بيقول حاجة أخرى بحس أنا بحس بها بالورقة والقلم لا تحياتي احنا سعداء بوجودة جدا 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 وألف سلامة الوقت الله يسلمي ما تجيبوش الوقع يا جماعة لا لا حاجة هيجيب الوقع هينجيب بعد جدا ما يوعى يا شاطر إن شاء الله إيه بحنا قولنا الجماعة العين خلوا بالكم لما أجي قول فيه برج محسود زي الأسد والعين فعلا بتفرق الحجر زي ما بيقول ده مش تقفلق الحجر لأن الحاجة بتتسفر القرآن يا جماعة ففعلا يعني لست بتقولي الأسد اتحسد بنتك تقريبا هم تستاني تقطع طب تخيالي بأشوفوا الأضواء لما حد بيكون يا جماعة الأضواء متسلطة عليه لازم طول ما هو ماشي يحصل نفسه لازم تنتمو بحاجات تحصل نفسكو لأن بيبقوا مخترقين تقفل جدا فالحمد لله ربنا يكفينا شر العين بنشكرك مرسي جدا جدا يا هالة نورتينا وشرفتينا شكرا يا هالة سعطينا ونورتينا وشكرا لكل المشاهدين والنهار ده 3 يوليو يوم تاريخي في التاريخ مصر كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا بخير نشوفكم على خير وادومتم بخير كل سنة وانتوا طيبين ونشوفكم الأسبوع الجاي ابتداء من يوم السبت وحلقات جديدة والستات على النهار